موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في برنامج أخلاقيات الصائم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يوفقني وإياكم فيه للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه القرآن في شهر رمضان له حظوة عند الصالحين وسباق عند المتقين ورحمة لمن نظر بعينيه إلى هذا الكتاب العظيم وكيف لا يكون حاله كذلك وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين وأمر الله عباده بالفرحة عند تلقي هذا الكتاب العظيم يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن نور في قلوب الناس كلهم فمن كان قلبه مظلما ومن كان قلبه مهموما ومن كان عقله مشغولا فكتاب الله سبحانه وتعالى أعظم نور يقذف به في قلوب العبادة يقول لله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهذا القرآن لا شك أنه خير للعبد إذا أخذ به سواء في رمضان أو في غير رمضان ولكن السؤال الذي يتأتى لماذا نحرص على هذا الكتاب العظيم خاصة في رمضان لماذا له مزية خاصة في رمضان لماذا هذا القرآن تقبل عليه النفوس خاصة في شهر الصيام لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن في شهر رمضان وسماه خصوصا بأنه شهر القرآن يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الملك الذي وكل بتبليغ الرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل كل ليلة من ليالي شهر رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدارسه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن من هذا أخذ العلماء أن من أفضل العبادات على الإطلاق في شهر رمضان بل هو خير حتى من تعليم العلم وتثقيف المسلمين وتوجيه الناس أخذ منه العلماء أن متابعة القرآن وتلاوة القرآن هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عليه والناس في شهر رمضان في آم يعني تجد من الناس من يهتم مثلا بطعام الطعام الله فاتح عليه في بيته يغرف الطعام للمساكين للمحتاجين للجيران للأهل والأصحاب لأولي الأرحام يعطيهم وينفق عليهم من هذا الطعام فهذا خير ومطلوب من المسلم كذلك أن يطعم الطعام لأنه باب عظيم من باب الصدقة وخاصة في شهر رمضان من فطر صائما كان له مثل أجره ومن الناس من يعتني عناية تامة مثلا بالجلوس مع أهله فيسامرهم ويكلمهم ويتحدث معهم ويلاطفهم ويجلس معهم الساعات فهذا في خير لأن المسلم مطلوب منه أن يجلس مع أهله ويكون معهم ويحرص عليهم ومن الناس من يبحث عن الفقراء والمساكن ويتصدق عليهم ولو بالمال فهذا كذلك مطلوب أن المسلم يبحث عن الفقراء ويتحرى عنهم ويعطيهم حتى يكف أيديهم عن مسألة غيرهم ومن الناس من يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذ جاء الكلمة الطيبة وبحث الابتسامة مع الناس فهذا كذلك خلق عظيم مطلوب من الناس ومنهم من يحرص على إطالة الصلاة فتجده في صلاته قانت يقرأ الآيات ويبحث فيها وهو يصلي فهذا كذلك مطلوب لأن طول القنوة أي طول القيام في الصلاة هذه لا شك أنها من أفضل الصلوات ومن الناس من يحرص على قراءة القرآن ولا شك أن له حظ عظيم كذلك من الخير كل أعمال الخير مطلوبة إلا أن رمضان تميز بأنه شهر القرآن لذلك أثر عن الإيمان البخاري رحمه الله جل جلاله أنه كان يختم القرآن كل يوم وليلة مرة كان يختم القرآن كل يوم وليلة مرة يعني لو حسبناها تقريبا في ليلتين يختم ختمة واحدة الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له كذلك كان يختم كل يوم وليلة مرة فكان يحرص على ختم القرآن واستغلال الأوقات مع أنهم كانوا من أكابر العلماء في الحديث وفي الفقه وفي تعليم الناس وكان العلماء يقصدون إليهم العلم والفقه ولكنهم كانوا يعتنون بكتاب الله سبحانه وتعالى الأسود ابن يزيد رحمه الله كان يختم كل يوم في رمضان مرة كما أثر عنه وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحرص كذلك على أن يختم كل ليلتين وهذا شأن فتح الله سبحانه وتعالى لهم هذا الباب ولكن من الذي فعلناه نحن اليوم في حالنا مع كتاب ربنا في رمضان من الناس من فتح الله عليه فيقرأ كل يوم جزء فيختم مرة ومن الناس من يقرأ كل يوم خمس أجزاء فيختم خلال الأسبوع مرة أو في الخمسة أيام مرة ومن الناس من قرأ من بداية رمضان بعض الآيات وبعض الأجزاء ثم فتر وتوقف ولم يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا مطلوب من المسلم مطلوب منه أن يعزم عزيمة صادقة خاصة مع كتاب الله سبحانه وتعالى يبحر معه في القرآن حتى ولو لم يفهم الآيات ولو لم يعرف مقصد الآيات فإنه يتلو ويقرأ لذلك بعض الناس يسأل ويكثر السؤال هل الأفضل في رمضان أن أتدبر؟ يعني أجعل لي تفسيرا أقرأ به وأتدبر به أم الأفضل أني أقرأ؟ نحن نقول إن استطعت أن تجمع بين الاثنين فهو لا شك أنه أكمل وأتم لماذا؟ لأن القرآن أنزل للفهم أنزل للتدبر أنزل لأن يفهم الإنسان مراد الله سبحانه وتعالى مستحيل أن تكون موظفا في إحدى الجهات أو في إحدى المؤسسات ورب العمل يأتي لك بقوانين وقواعد وحقوق وواجبات ويعطيها إليك وأنت تقرأها ولا تفهمها تريد أن تفهمها تريد أن تستفسر تريد أن تستشير من تراه مستشارا حسنا في هذا حتى يفتح عليك ما المراد من المادة الفلانية والمواد الفلانية من الحقوق الواجبات حتى تؤديها فما بالك إذا كان هذا كلام ربك ومنطق مولاك ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الحجر وعن الجبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا المنطق الذي ينبغي للإنسان أن يفهمه هو أنه إن أراد في رمضان أن يفهم القرآن فهو له وإن أراد أن يقرأ فهو له أما أن تهمل القراءة لأجل أنك لا تفهم فهذا ليس من دعب الصالحين بل هو مدخل من مداخل الشياطين على قلوب بني آدم سأل نفسك في رمضان كم تجلس على القنوات التلفزيونية على وسائل التواصل الاجتماعي على صحف ومجلات على كلام لا فائدة منهم قد يكون لهذه المجالات لها نفع مثل وسائل التواصل قد يكون لها نفع القنوات التلفزيونية قد يكون لها نفع لكن أقصد تضيع الأوقات في مثل هذا الأمر ثم إذا أتاك فلان يا فلان هل قرأت والله أنا مشغول أنا لا أجد وقتا لنفسي فكيف أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى عجبا ولهذا المسلم ينبغي أن يضرب للقرآن وقتا معينا يكون فيه ذهنه صاف وقلبه صاف يكون مركزا على كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه الكتاب الأوحد الذي ينبغي للمسلم أن يتفقه فيه وأن يفهم فيه مراد الله سبحانه وتعالى على الأقل نحن نقول في رمضان على الأقل حتى إذا ما مشيت في رمضان على الأوقات التي تقرأ فيها كتاب الله سبحانه وتعالى تصبح هذه الأوقات مثل السجية التي تمشي به خارج وقت رمضان ونحن نقول العبادة في رمضان ليست مقتصرة على هذا الشهر العظيم فرب رمضان هو رب سائر شهوري والأعوام فإذا قرأت القرآن في رمضان فحرص عليه كذلك بعد رمضان ولأن هذا القرآن سيأتي لك شفيعا يوم القيامة يمكن من الناس من يدور واسطات في الدنيا حتى يبحث له عن أي باب من أبواب الرزق لكن إن أردت الواسطة إن أردت الشفاعة إن أردت المعاد الذي وعدك الله به هو أنك إذا قرأت كلام الله سبحانه وتعالى فإنه سيأتي مدافعا عنك يشفع لك ما قد قرأته في الدنيا فاصل أيها الأحبة وبإذن الله نواصل فابقوا معنا مرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في الحديث عن كتاب الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان كنا قد تحدثنا عن شفاعة القرآن للناس يوم القيامة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى لعباده أما الأجور التي كتبت لأهل القرآن أو تكتب لهم من خلال قراءتهم للقرآن فتجد أن الله يضاعف لهم أضعافا كثيرة فالحرف الواحد بعشر حسنات والحرفين بعشرين حسنة لاحظ أن الصفحة الواحدة فيها قرابة الثلاثة ألاف حرف بمعنى أنه قد يكتب لك ثلاثمائة ألف حسنة فما بالك لو قرأت الصفحات والأجزاء لن يقل ذلك عن مليونين حسنة تقريبا من قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان مشغولا عن القرآن فلا أقل أن يقرأ ولو وجها واحدا من الكتاب الله سبحانه وتعالى لا تهجر القرآن أبدا واليوم ولله الحمد لا يحتاج أن المسلم يحمل معه مصحفا ورقيا يكون معه بل حتى من جواله يستطيع أن يقرأ ما استطاع من كتاب الله سبحانه وتعالى والدرجة الأعلى من القراءة فقط هو أنك تكون ماهرا بالقرآن فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضوع بالخصوص الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني أنك مع الملائكة والناس الذين هم في أعلى شأنهم في هذا الميدان العظيم الذي هو في كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين يجتهدون في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو وهو يتتعتع فيه فله أجر في اجتهاده وأجر في قراءته أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالذي يقرأ كتاب الله لن يعدم أبداً أي خير يذهب فيه مع هذا الكتاب العظيم وقراءة القرآن أيها الأحبة له منافع حتى في شخصية المسلم فتجد من حفظ القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى قد صب عليه الوقار وأصبح هيباً بين قلوب الناس هذا بفضل كتاب الله سبحانه وتعالى ومن القصص التي نالت شرف علو القرآن وشرف القوم الذين حملوا في صدورهم كتاب الله سبحانه وتعالى قصة غزوة أحد وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما كثر القتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحادثة فأراد الصحابة أن يدفنوا ويقدموا بعض الشهداء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولكنهم لم يعرفوا ما هو الضابط في تقديم البعض على البعض فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له يا رسول الله إن كثيراً من القتلى لا نستطيع دفنهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدموا الأحفظ لكتاب الله فقدموا القراء من الصحابة وهذا شرف لهم لأنهم قد حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى حتى في الصلاة قدموا عند الإمام من هو أحفظ لكتاب الله كذلك ولهذا المسلم الذي يريد الرفعة في الدنيا وفي البرزخ أقصد في الحياة الثانية التي هي في القبور وفي الآخرة فعليه بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى إضافة لذلك أنك إذا كنت بين اثنين وأنت حافظاً لكتاب الله سبحانه وتعالى فإنك تقدم فيما بينهم فإنك تقدم فيما بينهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يعني أحفظهم فلا عليك إن حفظت وقرأت وتلوت كتاب الله سبحانه وتعالى أما في الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يرقيك منازل عنده بفضل كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءتك للقرآن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها والمنازل في الجنة لا تعد أيها الأحبة لأن الجنة درجات يرتقي فيها المسلم من درجة لدرجة بحسب قراءته لكتاب الله هل هذا فقط مقصور على الذي يقرأ القرآن؟ نقول حتى على والديه فإن من حفظ القرآن ورتله فإنه يلبس والديه تاجا من الوقار يوم القيامة فهذا تكريم كذلك لوالدي من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وسهر عليهم إذا أردت بالفعل تركيز حفظك ونيل منزله عند الله سبحانه وتعالى أعلى فجميع علماء القرآن يتفقون على أن من قرأ كتاب الله وحفظه ويريد تثبيت حفظه فإن عليه بأن يصلي بما حفظ يعني أنت حفظت وجها من سورة من سور القرآن إذا أردت أن تثبتها فقم لله مصليا وقرأ بما حفظت حتى لو تخطئ ليس هناك مشكلة ولكنك ستسلم وستنظر إلى القرآن وستقرأ به في صلوات أخر هذا هو الذي ينبغي على المسلم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا أردت كذلك أن تضبط القرآن فإنك تضبطه على شيخ متقن في قراءة الآيات واليوم لله الحمد أصبحت الوسائل الحديثة المعاصرة بين يدي كل واحد مننا يعني وأنت جالس في بيتك في عملك في مكتبك في سيارتك في أي مكان من الأماكن تستطيع أن تجلس وتفتح الكاميرا وعندك شيخ آخر في مكان آخر في أي مكان في العالم يصحح لك مثل هذه التلاوة المنصة الذكية لتعديد كتاب الله سبحانه وتعالى بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قد فتحت لك مثل هذا الأمر فأصبح متاحا للرجل للأنثى للصغير للكبير أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى على شيخ متقن يستطيع به أن يتقن كتاب الله سبحانه وتعالى لكن الحرص على مثل هذا الأمر يحتاج إلى همه يحتاج إلى عزيمة صادقة من المسلم أن يلتزم هذا الكتاب العظيم الهمة العالية والعزيمة الصادقة يحتاج للمسلم أن يعتز بهذا القرآن العظيم ويحفظه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار القرآن هو مخرج من جميع الهموم والغموم لذلك كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه مهموماً فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاءً يقوله فإذا قاله العبد زال عنه الهم فعلمهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وزوال حزني فمن قرأ مثل هذا الدعاء زال عنه الهم بإذن الله سبحانه وتعالى وجه الشاهد ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعل القرآن العظيم ربيع للقلب ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم كلمة ربيع عندنا صيف عندنا شتى عندنا خريف لكنه استخدم الربيع لجمال القرآن وفي موطن مثل القلب إذا استوطن القرآن في القلب فإنه سيكون ربيعا بإذن الله سبحانه وتعالى في حياة المسلم وفي كذلك آخرته ولذلك يجب على المسلم أن يجتهد أشد الاجتهاد في تلاوة القرآن وتعليم الأبناء خاصة الأبناء أيها الأحبة من علم أبنائه كتاب الله سبحانه وتعالى فإن الإبن إن قرأ الفاتحة طول حياته يسري ذلك في موازين حسنات الأب وحسنات الأم بعض المسلمين يستهتر ويقول لك والله أنا ما عند وقت أعلم أبنائي ابحثوا لي عن شيخ يعلمهم الشيخ إذا علمهم سيسري في موازين حسناته ألا تريد أنت الحسنات والخيرات والدرجات العلى علمهم أنت ابذل النفع لهم اجعل لنفسك وقتا ولو فتشت في وقتك ستجد الأوقات والله ما كانت الأوقات في القرآن إلا بركة في الأعمار وبركة في الخير وبركة في حياة المسلم وعلى أهل بيت ذلك المسلم أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا وأن يجعله قائدا لنا إلى جناته جنات النعيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة